أهلا بكم مع فيديو جديد من قناة هنصنع المعلومة هنتكلم عن مهنة معينة هي مهنة خدمة العملة سيادتك اتعرض عليك وظيفة في خدمة العملة طيب انت مش عالف عنها اي حاجة انا هوفل لك معلومات عامة هتقدر تعرفك على عالم خدمة العملة طيب بداية كده سيادتك لازم تسأل الشخص اللي هو قالك على الوظيفة انا هشتغل خدمة العملة جوه المكان يعني قاعد على مكتب ولا برا المكان يعني اروح انا للعميل ادور على العميل بنفسي ده اول سؤال تسأله تاني سؤال تسأله هل انا هكلم العميل مباشرة وجها لوجه من المكتب ولا انا هكلمه تلفونيا ولا انا هكلمه عن طريق الانترنت او وسائل الاتصال الالكتروني اميلات او واتس او يوتيوب او ما غير ذلك ده سؤال لازم تسأله طيب السؤال بردك يهمك اللي هو الشغلانة دي شفتات مسائية ولا شفتات صباحية ولا مكس مكس يعني هتشتغل شوية كده وشوية كده ده سؤال طيب انا هاخد او هيتحسب الربح بتاعي على اساس ايه هل مرتب ثابت زائد عمولة ولا عبارة عن عمولة فقط جبت عميل تاخد نسبة من الربح بتاعه دي اسئلة لازم تسألها للشخص اللي بيعرض عليك وظيفة في خدمة العملة طيب احنا هنتكلم عن خدمة العملة اللي هي بترد على التليفونات سيادتك الطلب منك هتشتغل وليكن في المصرية للتصالات مثلا يبقى مطلوب من سيادتك ان هي هي هيجيلك قائمة بالاسئلة اللي هتسألك وقائمة بالاجوبة اللي لازم حرتك تلتزم بها سألك عن الدليل قول كذا سألك عن الاسعاف قول كذا سألك عن الفطورة قول كذا سألك عن الموعيد العمل قول كذا خدمة العملة بتطلب منك رد دقيق ومعروف للجميع يعني ما يفعش يتغير من موظف خدمة عملة لموظف خدمة عملة اخر ده النوع التليفون اللي هو عن طريق ان شخص يتصل بك وانت ترد عليه طب فيه نوع تاني نسيادتك اللي هتتصل بيه العميل لو انت شغال في خدمة عملة خاصة بالعقارات او غيرها سيادتك هتبقى مطلوب منك بعض السمات يعني بمعنى ألو حرتك كنت مهتم بيه الاعلام بتاعنا اه يا فندم كنت مهتم هيتحدث معاك او هيقفل المكالمة فوشا يعني المعنى صح لازم تكون مبتسم حتى لو مش شايف العميل وجها لوجها وحتى لو العميل تكلم معاك بغلظة طيب انا انت كلمت العميل اوات ويرد عليك بطريقة مش كويسة او انا مش فاضل دلوقتي طيب ممكن اتكلم سيادتك في وقت اخر كده تدي اتاحها للشخص اللي قدامك ان هو ممكن يرد عليك تاني طيب اه ده نوع من انواع خدمة العملة طيب نرجع تاني ليه خدمة العملة التلفونية ليه خدمة زي الاسعاف او خدمة زي الخدمات اللي الدولة بتقدمها للمواطنين سيادتك بتصل على الرقم اللي هو مخصص للاسعاف ايا كان الرقم ده داخل الدولة بتاعتك ويطلب من سيادتك انك تدي معلومات عن مكان الشيء ده طيب انا كموظف خدمة عملة المطلوب مني ايه؟ ارد واسجل معلومات بسرعة خلال وقت واجيز وابدأ احولك او ابدأ ادي لك الخدمة اللي انت عايزها طيب ايه المشاكل اللي ممكن تواجهك كموظف خدمة عملة او ثمان ساعات او ست ساعات شفت حطت السماعة على ودنك يعني في ناس بتتألم من وضع السماعة بشكل يومي من المدة ثمان ساعات على الازن وده بيسبب لها مشاكل والتهابات في الازن الى جانب انك كوظيفة نفسها يعني لو انت مش حابب الوظيفة خاصة بخدمة العملة هتلاقي نفسك مش متعايش معها يعني مش حاسس بها وبالتالي هتلجأ الى انك تترك الوظيفة بعد فترة لكن لو انت حاببها يعني هتدخل لك دخل يعتبر معقول بالنسبة للوظيفة اللي حواليك الاماكن بتاعتهم بتبقى اماكن كويسة ونظيفة يعني التعامل والسيستم وكله بيبقى نظام طبق على الجميع طيب وظيفة خدمة العملة تقابل العملة سواء في مكاتبهم او بيوتهم او في المنتزهات او اماكن الخارجية المطلوب لنسيادتك المطلوب لنسيادتك ان انت تعرض منتج خاصة بالشركة بتاعتك او بتعرض خدمة خاصة بالشركة بتاعتك وتتأكد ان العميل ده اللي انت خلصت معه الديل انه هو هيجي ويتمم اتفاقه بتاخد رقم تليفونه بتاخد الوسائل اللي تصلت خاصة به ودايما وجهك عليه الابتسامة المطلوبة للموضوع ده موظف خدمة العملة الهدف الاول بالاخير ليه هو انه يخدم العميل او يجيب العميل للشركة بتاعته بيعمل عملية هندلة للعميل ديه اللفظ اللي بتقال في خدمة العملة ازاي تهندل العميل طلب منك حاجة ازاي تقنعه ان الحاجة ديه ممكن تكون متوفرة في المنتج بتاعك او هتتوفر في المستقبل او لو استغنى عنا هيلاقي فوقت تانية او مزايا اخرى موجودة فيها فوظيفة خدمة العملة وظيفة ممتعة للي يحبها و للشخص اللي عنده القدرة على التحدث القدرة على ال ال اقناع الغير هيبقى ناجح ممكن في مجال زي مجال العقارات ازاي تقنع الشخص ان هو يشتري العقار الخاص بك او بشركتك طيب ده كان معلومات عن الوظيفة الخاصة بخدمة العملة ككل طيب من وقع الخبرة او الخلاصة سيادتك لو رايح مثلا لخدمة الشركة بتوظف موظفين في خدمة العملة بتمر ببعض الاختبارات اولا لو هتعتمن على سماع او تحدث لازم بيختبر طريقة الكلام صوتك من النهاية في التليفون او صوتك مباشر وبيختبر بيكشفلك على الازم وملافظ الكلام عندك مضبوطة ولا دي حاجة ثانيا بيبقى في اختبار او مقابلة شخصية بيختبر فيها درجة السبات الانفعالة عندك قدرتك على اقدارة الحوارات طيب في سؤال كان السأل لنا في وظيفة خدمة عملة سيادتك لو عندك شفت شغال حاليا ووقت الصلاة الازم هتعمل ايه؟ ف كان العدد الافراد الموجودين كانوا اربعة ثلاث اولاد وبند الولد الاولين اللي السأل قال لا انا هسيبي بالشفت واروح اصلي الصلاة البنت قال لدس الرد وقالت نفس الكلام الثالث رد بدبلوماسية قليلا قال انا بلتزم بالقواعد الخاصة بالعمل اللي انا فيه وفي وقت فراغي او وقت الراحة الخاصة بالشفت انا بروح اصلي والرابع كان رأيه نفس الرأي الثالث طبعا كان فيها حتة لازم الفت نظركم الشخص اللي بيقوم بعملية المقابلة اصلي شخص ملتحي شاب فطبعا الاولاني والبنت الثانية شاهدوا ان الشخص ملتحي فبالتالي سيكون الاجابة ان لازم اصلي اصلي فكان الاسف اللي قام بالمقابلة ان الوظيفة اللي انتم مطلوبين فيها هتقدموا خدمة وليكن زي خدمة الاسعاف وهتحتاج ان الشخص يكون موجود لمدة 8 ساعات في حين ان انت عندك شفت او راحة ربع ساعة او نص ساعة او ساعة تمام حسب الشركة اللي انت شغال فيها بتبقى خلال 8 ساعات ممكن تقسمها حسب اللي انت عايزه تمام فده كان سؤال جوهري السؤال التاني انت شايف نفسك ايه بعد خمس سنين تمام الاجابة انا شايف